أعلن الداعية الكويتية الدكتور فيصل الهاشمي في مقطع مصور تم تدوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن اعتناق مئات الأشخاص للإسلام في قطر وقال الهاشمي وهو أحد أفراد مشروع هدهد لدعوة الناس إلى الله بأن أكثر من 558 شخصا دخلوا الإسلام في الأسبوع الأول للمونديال في ذات السياق نشر حساب غير رسمي باسم الداعي الهندي ذي سيط العالمي ذاكر نايك تدوينه جاء فيه الحمد لله حتى اللحظة إسلام قرابة 887 شخصا من جنسيات مختلفة ونشر نفس الحساب فيديو لرجل مسلم يلقن الشهادتين لجمع غفير من الناس مع التعليق اللهم لك الحمد حتى ترضى أول الغيث قطرة هذه الدفعة الأولى ممن يدخلون في دين الله أفواجة وتداول النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة وصول الداعية ذاكر نايك إلى قطر وذلك قبل يوم من انطلاق كأس العالم 2022 وذاكر عبد الكريم نايك داعية هندي مشهور ومؤسس ورئيس مؤسسة البحوث الإسلامية وهو أيضا مؤسس قناة السلام وأسلم على يده الكثيرون حول العالم ترجمة نانسي قنقر